سقف تهاوى وعائلة هجرت هكذا آلت الأمور بمنزل أم علي مع أول زخة مطر سجلتها مدينة ناصرية فهذا المنزل المشيد من مادة البلوك ومسقف بأعمدة من خشب وحديد لم يصمت طويلا مع مطلع الشتاء في صورة معبرة عن واقع العائلات الفقيرة التي تلود بالعشوائيات بعد إن فقدت المعين لها وتعيش على المساعدات من أهل المنطقة والحال لم يختلف مع مناطق محافظة التي سجلت غرق المناطق السكنية مع بداية زخات المطر التي هطلت في المحافظة ليلة هم تعبان أمورهم ما عدهم ناس أنا أشتغل عدوا ستوتة دوار على باب الله أفتر حصل المخصوم أجي أطيهم أنا أم بالمخصوم على القاسم الله أطيهم أصرفهم يشعرون بيسوقون طماطق يعني ما أقل لك سمش وكذا ما عدهم أمورنا تعبان إحنا شوية دوارة أي أساعتهم هنا أمس تقريب بيش يساعة مطرت بهدعش مدربيش مطرت طاح البيت عليهم خذتهم للبيتانهم ضيفيتهم وهاي كل مطرة هم يجون يم يعني وتفاعلا مع هذه الأحداث انتقد مدونون ونشطة عدم جهوزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالة الجوية بالرغم من معرفة تأثر البلاد بمنخفض جوي منطر أي شيء ما تمثل فيه لا تلاجع لها مباردة لا غسالة باتشين كوات وشندل ووقع لي هذا البيت وفاضت ومعالي استنجدت بحد جوارينها وبجوارينها خابرني والحمد لله مثل ما شفون القناة جيت وصورت الحالة وصوت الوعظة مناشطة مواطن تعبان امرأة ايتام امرأة تعبانة امرأة ما عتقوت يومي اطفالها لحد جوارهم بشارع البارحة ما نايمين يعني البارحة وقع مطرة وحدة وقعت البيت عليهم ومثل ما شفتوا أنتو ويتساءل المواطنون عن مصير الأموال التي صرفت على مشاريع إنشاء وتأهيد شبكات الصرف الصحي طيلة السنوات الماضية دعينا الحكومة للالتفات إلى المشاريع التي تخدم المواطن في قناة التغيير الفضائية سلامة سرهيد ذيقار